تعزز العرض الصحي بإقليم تونات بتسليم سيارات إسعاف ونقل أموات المسلمين وتدشين مركز ابتسامة لذوي القدرات الخاصة في إطار دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد هذا اليوم كنت شاهدين الحمد لله يوم عظيم وهو توزيع مجموعة من سيارات الإسعاف في سيارة نقل أموات وهذا اليوم يدخل في إطار دائماً اجتماعي لأن لدينا مجموعة من الأشياء الاجتماعية خاصة نحن مقبلة لقافلات طبية اللي يمكن تقس أكثر من 4 ألف مواطن مغربي وأيضاً تدشين مركز الإعاقة بمدينة تيسا وبهذه المناسبة تم تسليم مفاتيح 13 وسيلة نقل مكونة من سيارات إسعاف وصيارات نقل أموات المسلمين رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي خمسة ملايين وثمانمائة ألف درهم كما تم تدشين مركز ابتسامة لذوي القدرات الخاصة بجماعة تيسا بغلاف مالي بلغت تكلفته الإجمالية مليونين وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف درهم تندرج هذه العملية في إطار الجهود مبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي قصد تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز حضيرة سيارة الإسعاف بالإقليم وكذا تحسين نظام صحة الأم والطفل الذي يعد من أهم محاور تدخل المرحلة الثالثة من المبادرة وطنية التنمية البشرية هذا المركز الذي يحتوي على مجموعة من الخدمات الشبهة الطبية والتربية الخاصة بحيث يحتوي على التخصصات النفسي الحركي وتقويم النطق والترويض الطبي والأخصاء النفسي وكذلك التربية الخاصة عدد المستفيدين حالياً 50 مستفيد في أفق توسيع القاعدة المستفيدين داخل الإقليم وتندرج هذه المبادرات في إطار الجهود المبذولة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والتي تدخل ضمن محاور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اشتركوا في القناة